رجعنا لكم من جديد فقرة تانية بموضوع مختلف هنتكلم عن الرياضة بما تشمله من فوائد وأهمية وطرق ممارسيتها الصحيحة مع كابتن عمر كرام مدرب لياقة بدلية وأخصائي تغذية أهلا يا كابتن سيئ أهلا وسلام بك أزاكي الأخبار الحمد لله تمام كابتن في البداية عايزة عرف أكتر أنت حبيت مجال أنت أتضرب الناس إزاي هل كان لي علاقة بدراستك ولا أنت لا والله خالص أنا أصلا دراستي أساسا أدارة أعمال بس زي زي أي حد في فترة من فترات حياة وكده كان حصل له ظروف معينة وعملت حادثة وبتقيت أن أنا وزني زاد بدأت أن أنا أنزلتاني الجيم فمن هنا بقى بدأ الموضوع بدأت أحب التمرين وكده فضلت مستمر وبعدين كنت بأنزل وبتمرن وبعدين كنت برضو لا يعني ما بلاقيش نتيجة فبدأت أسأل وأعرف وأقرأ فعدت عمل سرش كتير جدا إن هو إيه العامل الناقص اللي بيخليني إن أنا ما بنزلش في الوزن أو ما بعملش جسم كويس فاكتشفت بقى إن الموضوع لي علاقة بتغزية وإن الموضوع يعني ليه معنى أكبر بكتير جدا من إن هو بس مجرد إنك أنت بتنزلت تتمرن وخلاص فبس لغاية ما وصلت في مرحلة معينة يعني قررت إن أنا أخد الموضوع بشكل بروفاشنل وإن أنا أخد شهادات معتمدة دوليا يعني فعشان أبتدي إن أنا أخش المجال ده وأبتدي إن أنا مرن كمان الناس أنا أصلا من الأول كنت بحب أساعد الناس وبحب إن أنا مرن الناس معايا أو أحاول إن أنا أخليهم يبقوا أحسن يعني فبس بعدين بدأت درست خدت شهادات دولية بندرس فيها التفاصيل كل حاجة في الجسم الأناتومي الفيسيولوجي الكينيسيولوجي كل حاجة في الجسم نفسها بندرسها عشان نعرف إزاي نبني نظام تدريبي للناس وندر إزاي إن إحنا نتعامل مع كل الأشخاص بمختلف أعمارهم وحالاتهم كلها يعني طيب يا كابتن بقى لك قد إيه بتمرن؟ أنا بقى لي خمس سنين خمس سنين مدرب طيب من خلال خمس سنين دي هل لاحظت إن في ناس لما رياضة دخلت في حياتها غيرت في شخصيتها ثقاتها نفسيتها في أي حاجة؟ لنا ناس كتير بيبقوا ممكن بيكونوا بيبدور ياضها أول مرة في حياتهم هما مثلا فوق الأربعين سنة فوق الخمسين سنة الموضوع مالوش سن وعايز أقولك يمكن بيكونوا من أكتر الناس الملتزمين اللي بنشوفهم بيبقوا نزلين متحفزين وبيبقوا عندهم حتة معينة كده عايزين يكسروها لأ أنا لسه قادر إن أنا أعمل ولسه قادر إن أنا أبز المجهود بيبقى لسه قادر إنه هو يتعامل مع أولاده بقى خلاص عايزي يستمتع بحياته معاهم ويلعب معاهم ففعلا ده بنقابله كتير جدا وده يعني أنا بشكل شخصي من أكتر الحاجات اللي أنا ببصت منها إن أنا أتعامل مع الحالات دي لإنه بيبقى كده جواهم روح معينة أو هدف معين عايزين يعملوه ويعني فعلا بيقدروا يعملوه ودي برضو حاجة بتخلي عايزين أووصلها للناس الرياضة ملهاش سن أنت مش معنى أنك أنت كبرت أنك أنت خاص ما يفعش تمرس رياضة أو أنك أنت لازم تدخن أو لازم شكلك مش قادر تعمل مجهود لأ في أي وقت تقدر تبدأ رياضة مهم إنك أنت تبدأ بشكل صح وتبقى بشكل بروفاشنال ويبقى فيه سوبرفجن عليك حد بيتابعك بيقولك اعمل كذا حتى لو أنت عندك أمراض ضغط أو سكر أو غيره ممكن معا في أي حالة بس لازم يكون معاك حد محترف يقدر أنه هو يخليك تتمرن بشكل آمن وفي نفس الوقت توصل للنتيجة تمام بالنسبة للنتيجة فيه ناس لما بتنزل تتمرن أو لما بتلعب رياضة مثلا بشكل عام طبعا عايزها نتيجة سريعة فبتضطر تلجأ لأنها تستخدم منشطات مثلا عايزين تتكلم برضو عن المنشطات والمكملات نشرح الفرق ما بينه عشان أحيان بيكون فيهم لابسة حلو جدا أنا برضو كتو أتمنى أن أنا أفصل بين المنشطات والمكملات لأنه إحنا للأسف الموضوع ده بقى له سنين معانا وللأسف لسه الناس بتخلق بين الاتنين خلينا الأول نشرح كل واحد فيه إيه ده وإيه ده المكملات دي عبارة عن مستخلصات القيم الغذائية بتدي لك في شكل حاجة معينة يعني مثلا أدي مثال لو هنا عندنا أنا بأكل بروتين من صدور فراخ ومن لحوم وكلام ده كله أنا عايز أخد نفس البروتين اللي موجود في الصدور الفراخ ده بس عايز أخده في صورة ممكن مكمل غذائي بيجي في شكل بودر محتاج أخد الفيتامينز اللي موجودة في الخضروات فما بأقدرش مثلا أخد الكمية الكافية اللي أنا محتاجها فبأخده في صورة حبوب مالتي فيتامين ده شكل المكملات في بعض المكملات بيبقى عليها بعض التحذيرات في استخدامها يعني إيه حاجة زي حوارق الدهون والبي ورك آوت اللي بتدينا طاقة قبل التمرين الحاجات دي بيبقى فيها نسبة كفايين عالية جدا الكفايين ده اللي هو بيقى موجود في الشاي والقهوة اللي احنا بنشرابه بس مثلا تخيل انك انت ممكن الجرع الواحدة منه من حاجة زي حوارق الدهون يبقى فيها مثلا قد ست فنجين قهوة فبالتالي هي كمية كفايين كديرة جدا كمية الكفايين دي ممكن تكون خطرة على شخص عنده مشاكل في ضغط الدم عنده مشاكل في النبض ولكن هي المشكلة مش في المكمل هي المشكلة في انه هو مش مناسب ليك يعني هو هنالازم نبقى قبل ما بناخد اي حاجة حتى لو هي مكملات وحتى لو هي امنة لازم يبقى متأكد انها مناسبة لي فدي نقطة مهمة ده بالنسبة للمكملات أما بقى بالنسبة للمنشطات ده موضوع تاني خالص المنشطات دي هي شكل من أشكال الهرمونات يعني هو أصلا الجسم بيحرق دهون وبيبني عضلات عن طريق هرمون التسوستيرون اللي هو هرمون الزكور ده الهرمون اللي بشكل أساسي أهم مهمته انه هو يبني عضلات ويحرق دهون طيب الناس بقى لما تحب تعمل نتائج أقوى وأسرع سواء كان في انهما يحرقوا دهون أكتر او يبنوا عضلات أكتر دي هو انهما ياخدوا المنشطات دي فطبعا المنشطات دي احنا مش الطبيعي بتعمل ان احنا نتحكم في كمياتها من بره سواء كان ان احنا ناخدها في شكل حقا او في شكل حبوب احنا مش المفروض ان احنا بنتعامل معها أساسا فبالتالي جسمنا مجرد ما بياخدها من بره بيوقف انتاجها من جوه يعني انا ببقى معتمد على التسوستيرون على هرمون الزكورة اللي في جسمي اللي انا باخده من بره فبالتالي انا لما بوقف ان انا اخده من بره خلاص انا جسمي ما بينتجش كده انا بقيت من غيره من غيره المون الزكورة خالصة وهو ده اللي كان بيعمل مشاكل العقم اللي الناس دايما بتتكلم تقول انت بتروح الجيم بتاخد الحاجات اللي في الجيم فحيجيلك عقم هم دايما في ربط بين الاتنين كل الحاجات اللي في الجيم اه هم حطينهم كلهم في خانة واحدة اللي هو الحاجات اللي بتتاخد في الجيم لا طبعا الكلام ده بيبقى بسبب المنشطات اه هي اللي بتعمل كده ودي بيستخدموها المفروض اللعيبة المحترفة في كمال الاكسام اللي بيطلعوا بقى على المسرح بيعملوا بطولات كمال اكسام دي حاجة بتناسبهم هم مش المفروض اصلا ان احنا نحاول ناخدها وكده كده احنا ممكن نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها بس شوية صبر وشوية التزام وحنقدر نعمل كل حاجة تقدر تعمل جسم كويس تقدر تعمل كمية عضلات مناسبة تقدر تعمل حرق دهون محترم جدا وجسمك يبقى متقسم وكل حاجة مش محتاج تاخد ماشطات طيب يا كابتن في شوية مواطقات عايزة اقول لك عليهم وتتقولي صح هو اللي غلط اول حاجة بيتقال كتير للبنت ما تتمرنيش وإلا هتبقي شبه الراجل هل ده صح طبعا يعني الجملة دي بالنسبة لنا كمدربين يعني ما بنسمحها بيبقى الموضوع متعب قوي يعني اللي هو اتفقنا من شوية ان الاساس بناء العضلات هو هرمون الزكور طبعا هرمون ده موجود في البنات بنسبة لقيلة جدا جدا فهو أصلا اللي موجود الهرمون ده موجود بصورة كبيرة عند الولاد وبالعافية بيعملوا شوية عضلات يعني عملية بناء العضلات مش سهلة عملية بناء العضلات بتاخد وقت طويل وبتاخد مجود كبير جدا فما بالك لو انت كمان ده بنت اللي بتتمرن اللي عندها نسبة الهرمون ده أقل بكتير جدا فعضلات إلا هتطلع لها يعني هو الموضوع مش بالشكل ده طب هل ده معانا أن هي مش هتزيد ولا جرام عضلات لا هتزيد وده هيكون جميل جدا ومناسب جدا إنها تزيد شوية العضلات دي إحنا جسمنا اللي بيديله شكل هو العضلات طبعا الدهون دي طبقة بتبقى موجودة فوق طب لو أنا قدرت زودت كمية عضلاتي بشكل متوسط بشكل معقول أو بشكل مناسب لبنت أو حتى ست كبيرة ده أولا هيبقى ليه فوايد إنه هو هيخلي الحرق بتاع جسمنا أحسن غير إنه هو هيخلي حركتنا أحسن شكل جسمنا نفسه أحسن فوايد فوايد الآخر يعني فاللي بالك إن العضلات دي هي اللي بتشيل جسمنا فإنت لو أنت عضلتك ضعيفة هتحيث بمشاكل في المفاصل في العظم في الكلام ده كل فلا طبعا ما في طبعا ما عارف إنه بيظهر بعض الصور لبنات شكلها فيها عضلات أعضلات كتير جدا بالزبط الصور دي موجودة ولكن ده زي ما احنا قلنا في الأول دول بيكونوا خدوا تسستيرون عن طريق حقا أو عن طريق حبوب فبالتالي بيعملوا الحجم العضلي الزيادة ده لكن في الطبيعة طول ما هي بتتمرن بشكل طبيعي حتى لو خدت كل المكملات الغذائية اللي في الدنيا مرنت أتقل تمرين في الدنيا وعملت كل حاجة عمرها بحي تزيد عضلات إلا بنسبة محدودة جدا وهي بتبقى مفيدة لها سواء كان صحيا أو على مستوى شكل الجسم طيب حاجة تانية إزاي أنا عايزة أخص منطقة معينة فأبدأ أتمرن كل يوم يعني مثلا بطني أبدأ كل يوم أتمرن على نفس العضلة هل فكرة إن حدي يخص منطقة معينة دي موجودة وهل فكرة إن أنا أتمرن كل يوم نفس العضلة دي صحيحة؟ طيب هاي دول سؤالين فحجاوب كل واحد فيهم منفصل للأولاني فكرة الفات سبوت ريداكشن أو إنك أنت تنزل دهوم من حتة معينة دي يعني للأسف يعني مش موجودة وعملوا ألوفات من الريسورشز والأوراق البحثية والعلمية عنها وما فيش أي نتيجة وصلت إن في حاجة فعالة إنك أنت تحرق دهوم من منطقة معينة إحنا جسمنا بيبتل بيخش في مرحلة إنه بيحرق دهوم فبيحرق دهوم من الجسم بشكل عام في بقى واحد جيناتو جسمه بيحرق دهوم من دراعه الأول في واحد بيحرق من وسطه الأول في واحد بيحرق من ريليو دي طبعا جيناتو إحنا ما نقدرش نتحكم فيها ففكرة إن إحنا نتحكم إحنا بننزل دهوم منين فدي للأسف مش موجودة وأصلا إحنا ما نناش أكسس على حركة الدهون إحنا ما نتحكمش في حركة الدهون إحنا ما نتحكمش في العضلات طيب هل أنا لما حرك العضلة بشكل كتير أو أقوي العضلة أو أعمل تمرين عليها كتير هل ده حيحرق الدهون اللي فقيها؟ لا آه ده شيء مفيد جدا للعضلة نفسها العضلة هتبقى أكبر العضلة هتبقى أقوى العضلة هتبقى مجدودة ولكن هل ده حيحرق الدهون اللي فقيها؟ لا أكيد لا السؤال الثاني بتاع هل أنا لو مرنت عضلة كل يوم أو بشكل متكرر ده كويس ولا لا أقوى أنت فيه ممكن أنظمة تدريبية تخليك تتمرن عضلة كل يوم مفيش مشكلة ولكن فكرة أن أنا أركز على عضلة معينة واحدة بس مش أمرن الجسم كل يوم أمرن عضلة معينة أكتر من مرة دي ممكن تعمل لنا حاجة اسمها مصر إمبالنس اللي هو أن يبقى فيه عدم توازن بين العضلات أنا دلوقتي جسمي قدام وورا في عضلات لو أنا الجزء اللي قدام عندي الأمامي بطني مثلا أو الشاستل السدر بدأت أن أنا عمالة قوي أكتر فالعضلات اللي قدام هتخلي جسمي يميل للجزء اللي قدام زي الناس اللي بيبقوا تلاقي كتافهم ميلة لقدام شوية أو تلاقي ظهرهم متني لقدام شوية ده أساسه بيكون أن العضلات اللي قدام أقوى فالعضلات اللي قدام خلت الجسم ينحني بتجذب العضلات الضعيفة بالضبط العضلة القوية بتشد الجسم من حياته العضلة الضعيفة برضو حشرح تقطة مهمة إحنا لما بنكون قاعدين في يومنا ومسكين دايما دا الموبايل كده أو بسوء أو بعمل أي حركات دايما بتخلي الجزء اللي قدام شغال هو اللي شغال مخي بيفهم أن الجزء ده شغال فبالتالي هو بيدي إشاراتي يخلي أن الجزء اللي قدام أقوى من الجزء اللي وورا فده اللي يبدأ يخليني أميل لقدامي يخلي أن أنا عندي تقوصات في ظهري وتلاقي دايما بنشوف ناس كتير جداً ظهرها متني لقدام فهي دي بسبب المشكلة دي أن العضلات اللي قدام بقت أقوى من العضلات اللي وورا فده بنحلها بأنك أنت لازم تمرن العضلات المقابلة لها عشان ترجع تاني ترجع الفدرس أو التوادي ففكرة أن أنا أمرن نفس العضلة كل يوم ممكن على المدى الطويل جداً تعمل مشاكل تمام طيب فكرة تانية زي أنا هيكل قبل التمرين وأنا كده كده رايح أتمرن فهحرق هل الفكرة دي صح قولي أوه يعني أوه والله كان نفسي أنا أنا بنفس أسهل على الناس وأقول لهم أوه بس للأسف الفكرة دي مير صحة خالص الموضوع عمتاً بنقسم لجزئين الجزء الأولاني حسابي والتاني هيرموني الجزء الأولاني حسابي نتكلم كده بأعقام بسيطة أنا افترضت أنك أنت نزلت هتعمل أشد تمرينة في الدنيا كلها تحرق 400 500 600 كالوري 600 سعر حراري حرقتهم في التمرين وروح تكلت واجبة بيج ماك 1200 كالوري ترجعت كله طب أنت كلت بس في الواجبة دي ضعف اللي أنت حرقته فبالتالي كل اللي أنت عملته ومالوهش أي لازمة طيب حديجي مثال تاني أصعب شوية برضه لو أنا أكلت حاجة صارتها الحرارية قليلة بس هي ممكن تكون فيها سكر مثلاً زيادة فبيرفع السكر في الدم بشكل كبير أكلت مثلاً سينابون حاجة فيها سكر كتير هنا روحت أنا أكلته حتى أكلت منه مايو عادل 300 كالوري وروحت اتمرنته ب600 كالوري هل أنا كده مش هتخن؟ لا برضو هتخن برضو هتخن لأنه نسبة السكر اللي موجودة في الحلويات أو الحاجات الزي دي بتبقى بتعمل مشكلة هرمونية أنها بترفع السكر في الدم فيخلي هرمون الإنسولين يعلى في جسمنا قوي هرمون الإنسولين ده لما بيبدأ يعلى قوي كده لازم بيخلي جسمنا يعمل فات بروداكشن يبدو أنه ينتج دهود حتى لو كانت حاجة صغيرة ممكن برضو تأثر على نتيجة مش عايز أقفلها على الناس بس الحاجات الصغيرة دي ممكن تأخر نتيجتك على عكس أنك إنت لو التزمت فعلاً 100% ممكن تعمل نتيجة أسرع وحسن تخليك متشجع أكتر أنك تكمل طيب ده بيدخلنا على حتة تانية إزاي أنا عايز أوصل للوزن المثالي هل فكرة المثالية في الوزن دي موجودة؟ لا يعني برضو في لابس هنا عند شوية الناس فكرة أن الوزن المثالي كتوتال ويت اللي هو الوزن بشكل عام ده برضو يعني آه ممكن ليه رينج شوية بس هو مش اللي هو يعني فيه ناس تقولك لا شيء 100 من طولك يبقى ده وزنك المثالي أو شيء 100 أو 10 كلام ده للأسف برضو مش صح تماماً لأنك إنت ممكن تلاقي اتنين نفس الطول اللي اتنين مثلا 160 سنتي واللي اتنين 60 كيلو بس تلاقي حد جسمه شكله أحسن من جسمه ده بيكون راجع ليه؟ بيكون راجع لأن في حد عنده نسبة عضلات في جسمه أكتر والتاني عنده نسبة دهون في جسمه أكتر فاللي عنده عضلات أكتر بإبان جسمه أفضل وأصغر في الحجم حجم العضلات عامة أصغر من حجم الدهون الدهون بيبقى حجمة كبيرة يعني لو كيلو دهون حجمه كبير لكن كيلو عضل ده حجمه صغير فممكن اللي اتنين يبقوا نفس الوزن على الميزان العادي لكن ده عنده عضلات أكتر وده عنده دهون أكتر فبيخلي اللي اتنين شكلهم مختلف فلازم ان احنا برضو نكون بنعمل بميزان بيقيس نسبة الدهون في الجسم وتبقى جوه فيه نسب لدهون في الجسم يعني الراجل ممكن الدهونه بتكون المتوسط بتاعها من 10% ل20% وفي البنات من 18% ل30% دي النسبة اللي نقول عليها انه هو صحي صحي وسليم طبعا في حد بيبقى عايز دهونه بتبقى قل دي بقى ايه التفضلات شخصية انا عايز جسمي يبقى انشف شوية فبقلل نسبة الدهون انا عايز عضلاتي تبقى اكتر فبزود العضلات اكتر فممكن يبان ان كمية التوتل ويت بتاعي كبير بسبب ان انا عندي عضلات كتير انا شابة مثلا عايز عمل عضلات فعضلاتي وزني كبر بسبب كمية العضلات اللي عندي لكن رقم التوتل ويت ده مش مش مؤشر لأي حاجة طيب فكرة تانية زي انا هعرق كتير عشان انا كده بحرق كتير وانا دلوقتي بخصت انا بعرق اه 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 ربط العرق بالتام خلص انا نقعد كلنا في الساونة تمام نقعد 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 بقى جواه ونخص يعني بدل ما نعمل ده فرهضة ومجهود ونجري طبعا الكلام ده مش صحة ابدا يعني العرق ده نتيجة لان درجة حرارة جسمك ارتفعت فبالتالي الجسمك عايز يقلل درجة حرارته فبيفرز العرق عشان يقلل درجة حرارته لكن هل ده ليه علاقة بالحرارة؟ لا العرق طب انا مثلا لو خدت بعضي وجريت في تلج رحت روسيا جريت في تلج هناك وعملت مجود كبير جدا انا كده مش مش بخص اكيد لا طبعا يعني العرق ده مجرد زي بقولك صورة من الصور لكن احنا الثاني اكسيد الكربوني اللي بنخرجه واحنا بنتمرن في النهجان والكلام ده كله ده بيطلع منه جزء من الصورات الحرارة اللي انت بتحرقيها فيه جزء بيخرج مع عمليات الاخراج وفيه جزء صغير 5% اللي بيخرج مع المياه الزيادة اللي هي مع العرق لكن هم بشكل مباشر مالوش اي مالوش اي علاقة بالتخصيص يعني وطبعا ناس اللي بتلبس يا ريت يا جدعان ناس اللي بتلبس احزمة والكلام ده كله عشان يعرقوا اكتر ايوا اي كاس دي الكلام ده ممكن يعمل لك جفاف لو انت مثلا في جو حر وبتجري في جو حر ومش هيدريتد انف انك انت مش شارب مياه كويس يعني ويعمل لك جفاف ويعمل لك مشكلة وهو ما في الاخر منش اي لازم طيب يا كابتن فيه مشكلة بتواجه الناس دي انه هم لما بيجروا بيحسوا ان جنبهم واجههم جدا فلازم يقفوا ومش قادرين يتنفسوا ده اصلا بيكون سببه ايه طيب هنشرح الموضوع كده بشكل بسيط جدا احنا فيه عندنا بين الرئة وبين المعدة فيه حاجة اسمع الحجاب الحاجز ده بيتحرك مع حركة النفس بتاعنا لما انا بتنفس باخد نفس او اخرج نفس فبالتالي لما انا اكون بقالي كتير ما بجريش او ما بعملش اي مجهود يخليني ان انا انهج او نفسي اعلى وبعدين ابتدي ان انا اطلع اجري فهو الفريكونسي بتاعت الحركة بتاعته بتزيد فجأة وهو مش متعود على ده فهو بيديك تنبيه ان هو ايه فيروح واجعك شوية طب الحل بتاعها ايه اول ما تحس بالمشكلة دي اقف ارتاح خد نفس كويس لغاية ما تحس ان الوجه راح وبعدين ابدأ تكمل تمرين تاني تمرينتك مش هتبوز لو وقفت في نصها لأ عادي جدا ممكن تقف وتاخد نفسك وبعدين تكمل جارية تاني واحدة واحدة مش هتحس بالمشكلة دي خالصين في ناس يا كابتن مش بيبقى عندها طاقة وهي تمرين بتحس ان هي دايما خبطانة شوية هل دول ممكن الموضوع يتحلم معهم بان احنا نديهم حاجة تديهم طاقة قبل التمرين ولا ده بيبقى حل مؤقت وفي حل افضل او في سبب لده اه لازم لازم نرجع للسبب ايه هو السبب عشان نقدر نديله عليك لو كان السبب ليه علاقة مثلا بسوق تغذية او ان الشخص ده مكلش كمية اكل مناسبة تديله طاقة كفاية فلا يبقى هنا بننصحه مثلا الاول ان هو ياخد كمية كاربوهايدريتس قبل التمرين تكون مناسبة ليه عشان تقدر تخليه يقدر يقدي في تمرينته لو هو شخص ما بيتمرنش مثلا والتمرين ده لسه بدايته ولسه جديد عليه مفيش مشكلة هتحس الاول انك تعبان اول ما تحس انك انت التمرينة بدأت تبقى مرهقة او حاسس ان الموضوع صعب ممكن تقف وده خلاص دي البداية بتاعتك وتبدأ انك انت كل يوم تزود عليها ودي برضه بتبقى يعني وظيفة المدرب اللي بيكون بيمرنه خلاص هو شايف ان المجهود ده ده مجهوده النهاردة خلاص بيسجله هو عنده وبعدين واحدة واحدة بيبدأ يزودله شدة التمرين عشرة في المية كل مرة خمسة في المية كل مرة بالتدريج احنا عايزين نوصل بالرياضة المفهوم انه دي جزء من حياتنا مش فكرة ان انا وحاجة ممتعة في نفسك وحاجة ممتعة مش لازم ان انا انزل قراص عندي لازم اموت نفسي لا ده جزء من يومك جزء بيساعدك انك تبقى احسن تخليك مبسوط اكتر وراضي عن نفسك اكتر وواصف من نفسك اكتر فانا مش عايزك تبقى مرهق وتعبان بالعكس انا عايزك تبقى احسن طب يا كبتن فكرة الناس خيفة تنزل الجيم في الايام دي او تتمرن اي حاجة بسبب كورونا هل في حاجة ممكن تعملها في البيت وبرضو فكرة الابليكيشنز او البرامج اللي احنا بنزلها وبنمشي عليها على التمرين اللي محطوط لنا هل دي فكرة امنة؟ طيب بالنسبة للناس اللي عايزة تتمرن في البيت عشان ظروف البطرة الحالية لو هو هدفه انه هو يزيد عضلات يعني ممكن يكون تمرين البيت مش انسب حاجة ليه ولكنه اكيد احسن من انه ما يتمرنش تماما لكن هو مشكلة تمرين البيت يعني انت خلاص انت بتعتمد على شوية تمرين بوزن جسمك او ما عندكش ادوات تانية فبالتالي خلاص انت عارف ان يورين هاية وزن جسمك يعني خلاص تزود شدة التمرين عن حد معين ولكن اكيد لو بعض تمرين السويدي زي ما الناس بتقول او يعني ممكن اكيد تبقى حل مؤقت لغاية ما ممكن الامور تبقى احسن او يبقوا قادرين ان هما ينزلوا يعني لو واحد بيدور انه هو يخس اكيد اي تمرين هيعمله لو حرق بي 100 كالوري اكيد احسن من انه هو ما يحرقشه خلص يعني دايما فاكر لها كده فاكر لها الموضوع حسابيا لو انا قمت عملت تمرينة في البيت 100 كالوري بس اكيد احسن بكتير ولكن دايما بيبقى عندي شوية برضو محاذير على فكرة ان الناس تتمرن لوحدها او طبعا بقى نلجى بقى للمقطة التانية بتاع التمرين مفيش حاجة اسمها تمرين ينفع كل الناس تتمرنوا او التمرينة الفلانية اللي انا هتمرنها عشان اعمل عضلات او التمرينة الفلانية اللي انا هتمرنها عشان اعمل دون زي ما قلنا في اول الحلقة المدرب ده بيكون دارس الاناتومي والفيسيولوجي ودارس كل تفصيلة في جسم الانسان عشان يقدر على كل نقطة يحدد حاجة معينة في التدريب يعني احنا لقبل ما بنقعد مع شخص يبدأ يتمرن اول مرة بناخد منه معلومات شخص بيبدأ يكلمني بيقول لي مثلا انا عندي مشكلة في الضغط لا انا عندي مشكلة في السكر عندي مشاكل اصابات سابقة عندي حاجات من دي كلها انا باخد كل تفصيلة من دي بفكر لها في دماغي ازاي ان انا حلها او ازاي ان انا حط لها تمرين مناسب واحدة عنده مشكلة في فقرات ظهره واحدة عنده مشكلة في ركبه كل تفصيلة من دي بنتدي ان انا هنتعامل معها يعني انت ممكن بتشوف ان المدرب بيديك بس تمرينة بيقول لك اعملها بس هو فكر في دماغه في حاجات كتيرة جدا قبل ما يقول لك اعمل التمرينة دي فهي دي وظيفة المدرب بناء نظام تدريبي سليم مناسب لشخص واحد بس طيب بالنسبة للأبليكيشن طبعا احنا منبقاش عارفين الناس اللي بتعمل التمرين ده لو واحد عنده مثلا لو واحد اوفر ويت عنده وزن زيادة وعنده مشكلة جينية في ركبه والأبليكيشن بيقوله ويعمل سكواتس بينزل بركبه وبيطلع طيب مش عايزة بقاصي على الناس وقول لهم ما تستخدموش حاجة بسيطة وسهلة زي كده ولكن لو عندك اي تفاصيل او اي كوندشن في جسمك اي مشاكل اي اصابات لازم تستشير الاول سواء ان كان دكتور او مدرب قبل ما تعمل التمرين دي وتأكد الاول انها مناسبة لك تمام شكرا جدا كابتن عمر كرام عزقنا المشاهدين بكده بوصل معاكم لختام حلقة النهاردة شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم خليكم بخير اشتركوا في القناة